التمادي في الخطأ وتبريره لما أتكلم عن يهوزا الإسخريوتي وأتكلم عن بوترس أنا أرى الخطيئة بتاع الاثنين لا يوجد فارج من الاثنين واحد خان المسيح وسلمه والثاني أنكاره جدام جارية اللي حصل أن الكبرياء مع التمادي في الخطأ قاد يهوزا الإسخريوتي أنه بدل ما يتوبه يعترف يشنك نفسه لكن بوترس اعترف وتاب لا يشنكش نفسه فهنا التمادي في الخطأ بيدمرني ويدمر الآخرين ومش بس كمان وزي ما حضرتك ذكرت في البداية احنا مش بتكلم عن الموت الجسدي لا احنا بتكلم عن الموت الأول أن الإنسان يقضي كل حياة وبعد الموت في جهنم فده حاجة من ضمن الحياة فده بدل ما اعترف بالخطأ وغير الاتجاه يعني فيه ناس كتيرة بتشوف أن الاتجاه بتاعي غلط يعني على سبيل المثال يعني فيه ناس كتيرة بتسألني لو أنت شفت الديانة بتاعتي دي صحيحة وده الحق هتتبع الديانة بتاعتي أنا بقول له آيو لأن أنا مش بأتبع ديانة أنا بأتبع الحق أنا بأتبع الله فهنا الفكرة مفيش حد هيجف معاك وانت جدام الله فإيه اللي يخليك تفضل متمسك بحاجات انت معترف تماما أو شايف أن هي ضد العقل والمنطق وضد طبيعة الله ومتمسك بيها خوفا من الناس وخوفا من المجتمع